النادي الاهلي بعد ما قدر ان هو يتخطع عقبة اوكلاند ويبل السلاسية عنده مباراة مهمة جدا بكرا ان شاء الله وده من نادي السياتل الامريكي كل حاجة عايز تعرفها عن المطش ده هنقولك عليها مين هو المدير الفني لنادي السياتل الامريكي مين هي اهم اللعيبة اللي عندهم ايه هي الطريقة اللي بيلعبوا بيها كل حاجة عايز تعرفها اتفرج علينا وهات كوبات الشاي بتاعتك وحنا هنقولك على كل حاجة اهم حاجة لا تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وبسرعة خلينا نبدأ حلقاتنا معاكم من نهار ده عنده مباراة كبيرة جدا قدام نادي السياتل الامريكي ونادي السياتل الامريكي هو فريق كبير فريق محترم فريق عنده لعبة بتعرف تلعب كورة كويس جدا طيب خلينا نبدأ بقى كده معاكم في الكلام عشان اكيد الناس عايزة تعرف معلومات اكتر عن الفريق ده نادي السياتل الامريكي مدير الفني بتاعه هو بريان شميتزر عنده 60 سنة هو معاهم من سنة 2016 السنة اللي فاتت قدر ان هو يحقق معاهم بطولة القونكا كاف ودي اول مرة نادي السياتل الامريكي يقدر ان هو يحقق البطولة دي الراجل ماشي معاهم بشكل كويس عامل فريق محترم فريق متجانس بيقدر ان هو يلعب كورة حلوة ويقدم كورة حلوة بالنسبة للناس طيب لحد دلوقتي الدولة الامريكي لسه ما بدأش ولكن في الموسم اللي فات نادي السياتل الامريكي اللعب تحت قيادة بريان شميتزر 43 مباراة قدر فيهم ان هو يكسب 16 ماتش اتعادل في 8 ويخسر 18 ماتش الفريق له 76 هدف قدر ان هو يسجل 76 هدف ودخل مرمى 63 هدف طبعا اول كده ما تبص على الاحصائية دي تعرف على طول ان في مشكلة او في خلل في الناحية الدفاعية شوية لان معدل الاهداف اللي بيستقبله الفريق عالي جدا على الرغم من ان برضو معدل التهديف بتاعه عالي ولكن في مشكلة في الناحية الدفاعية هنتكلم عليها ولكن قدام طيب خلينا بقى سيدي معاك كده جزء الارقام شوية اللي هنرجع له برضو تاني قدام ولكن خلينا بقى نروح بقى كده شوية للناحية الفنية الناحية الفنية ان الناس كلها عايزة تعرف هو الفريق ده بيلعب ازاي ومين هم اللعيبة الابرز عند الفريق ده فريق ده سيدي بيلعب احيانا 4 2 3 1 ساعات بيلعب 3 4 1 2 فهو متنوع في طريقة لعبه ساعات بيلعب 4 3 3 ولكن هو احيانا بيلعب زي ما قلت لك باربعة وراء او احيانا بيلعب بتلاتة وراء ولكن الطريقة الاكتر اللي بيلعبها في البطولات الكبيرة انه بيلعب باربعة وراء طيب اولا نادي سياتل الامريكي عنده حارس مرمى كبير وعنده حارس مرمى عنده خبرات وهو ستيفن فري الواجل ده عنده 36 سنة والتصديات عنده كويسة جدا ومتميزة جدا واحيانا بيلعب حارس المرمى التاني اللي هو اسمه كليفلاند ولكن في الغالب انه بيبدأ بالحارس المرمى ده طبعا لانه الاكبر سنا والاكتر خبر طيب ده كده عندي بالنسبة لحراسة المرمى طيب مين تاني جار ستيفن فري من ابرز لعبي نادي سياتل الامريكي خليني امسك معاك كده الفريق واحدة واحدة عندي في الجبهة اليمين هي الجبهة الاخطر لنادي السياتل الامريكي بيرعب فيها باك يمين اليكس رولدن وهو اللي بيعتمد عليه دايما في معظم الاوقات وبنسبة كبيرة بيرعب معاك كمان كريستيان رولدن يعني نقدر نقول ان الناحية اليمين دي هي ناحية الحاجة رولدن اليكس رولدن الباك اليمين هو العيد مميز جدا لانه مش بس مميز من الناحية الدفاعية ولكن هو كمان بيزيد لقدام فبيعمل كسافة هجومية بشكل كويس قوي فبيعمل كسافة عددية هجومية بشكل كويس قوي بيزيد معا الخط الهجوم اللي قدام وبيعمل تمريرات في منتهى الخطورة وجوده قدام اعرف ان في مشكلة اعرف كده ان في خطر جاي عليك طبعا بمساعدة كريستيان رولدن والاتنين في تفاهم كبير جدا مع بعض بيقدروا ان هم يعملوا سويتشات مع بعض بشكل كويس قوي فنخلي بالنا قوي من الجابهة دي علي معلول واحمد عبدالقادر او علي معلول وطهر محمد طهر هيبقى عليهم ضغط كبير جدا في المطش من الناحية دي خليني اقولك كمان ان الى الكس رولدن الباك اليمين ده كان عامل اربع استثبات الموسم اللي فات طيب مين كمان عندي؟ سياتل بيتميز الحقيقة بخط هجوم ممتاز خط هجوم قوي خط هجوم بالقوى الضربة بيقودوا عندي لاعب اسمه لوديرو لوديرو هو لاعب خط نص مهاجم وهو لاعب ارجواني عنده 33 سنة ولكن هو لاعب من طراث فريق جدا كان بيلعب قبل كده في الصفوف نادي ايكس لوديرو هو لاعب دريبلر ممتاز بيعرف يشوت على الجوم بشكل كويس قوي يعني تخلي بالك منه ومن التزديدات اللي ممكن ان هو يعملها وكمان بيزيد لقدامه ممكن يلعب في مركز المهاجم بشكل ممتاز جدا لوديرو السنة اللي فاتت كان جايب سبع اهداف مع نادي سياتل الامريكي وكمان عامل سبع اسس كمان من اللعيبة المهمين جدا لنادي سياتل الامريكي هو روي دياز روي دياز من اللعيبة المميزة جدا لعيب صندوق زي ما الكتاب ما بيقول خلاص لعيب تقلق وتخاف منه ولازم دفعات النادي الاهلي تبقى عاملة عليه رقبة بشكل كويس قوي يعني عبد المنعم ومحمود متولي يكونوا مركزين معاه بشكل كبير روي دياز قدر ان هو يسجل مع نادي سياتل الامريكي السنة اللي فاتت تسع اهداف وهو كان هداف الفريق نخلي بقى لنا منه كويس قوي كمان بيجي عندي في الناحية الشمال لعب روزناك وفي اليمين او في مركز الوينج اليمين او في مركز المهاجم بيشارك احيانا برضو لعب اسمه مورس وبردو ده من احسن لعبي نادي سياتل الامريكي وسجل السنة اللي فاتت سبع اهداف فبكلمك زي ما قلتلك عن خط هجوم ممتاز كمان نادي سياتل الامريكي لسه عامل صفقة السنة دي كانت شهر اتناشر انه جاب لاعب مهاجم اسمه هابر وهو لاعب برازيلي عنده 31 سنة انا اعتقد ان بنسبة كبيرة هيبقى له فرصة مشاركة حتى لو الوقت قليل في المباراة وهيكون برضو من احد الاسلحة او من احد الكروت اللي على دكة بودلاء نادي سياتل الامريكي طيب من كمان من اللعبة اللي بيتميز بيهم نادي سياتل الامريكي الباك الشمال نوهو طولو نوهو طولو هو لاعب كاميروني بالمناسبة وهو كان لاعب اساسي مع منتخب الكاميرون في بطولة كاس العالم اللي فاتت ولعب الثلاث ماتشاط كاملين يعني هو لعب الراجل الثلاث ماتشاط كاملين ولكن نوهو طولو مش بيزيد بنسبة كبيرة لقدام يعني اليكس رولدن الباك اليمين هو اللي بيزيد بنسبة اكبر لقدام من نوهو طولو نوهو طولو في الغالب بيكون موجود ورا مع قلبين الدفاع عشان كده زي ما قلتلك نادي سياتل الامريكي عنده القوام للفريق اللي بيقدر ان هو يعتمد عليه بالذات من الناحية الهجومية طيب مشاكل نادي سياتل الامريكي فين في الدفاع نادي سياتل الامريكي عنده بعض المشاكل في الناحية الدفاعية عنده بعض المشاكل في تمركزات المدفعين بتوعه فيه مساحات بتبقى موجودة كبيرة جدا في الدفاع فيه مساحات للتزديد فيه مساحات وفيه مشاكل كبيرة جدا فيه الكرات العرضية زي ما قلتلك اليكس رولدن بيزيد لقدام في الناحية اليمين فلازم استغل قصة ان هو الزيادة العددية اللي بيزيدها لقدامه بيكون فيه مساحات في الناحية اليمين ورا اليكس رولدن فخليني بقى كمان بعد ما اتكلمنا معاكم شوية عن ابرز اللعيبة والارقام بتاعتهم نتكلم كمان على نشوف بعض الهجمات بتاعتهم وبعض الاهداف كمان اللي سجلت فيهم عشان نتكلم اكتر عن المشاكل الدفاعية الخاصة بنادي سياتل الامريكي زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة دي دي كرة عرضية عملت على دفاعات نادي سياتل الامريكي شوف الراجل عمل العرضية وبعدها شوف المهاجم ازاي كان واقف ما بين اتنين مدافعين لنادي سياتل قدر ان هو يستلم الكرة ويلم ويسند ويسدد على الجن خلاص من غير ما اي حد يعمله اي حاجة فعشان كابا اقول لك نادي سياتل الامريكي عنده مشاكل في الناحية الدفاعية من ناحية التمركزات ومن ناحية الواجبات الدفاعية لقلبين الدفاع بتوعه ده غير زي ما قلتلك المساحات اللي بتكون وراه اليكس رولدن الصورة البعدها هنشوف زي ما احنا شايفين قدامنا ده لعب برضو بيسدد على حارس مارما نادي سياتل زي ما احنا شايفين قدامنا كده القرى هتخبط في الحارس خلاص وهترد مفيش بقى من حد من المدافعين بقى يحاول ان هو يشيل من المنطقة على طول لا ده سابه القرى عادي خلاص ونزلت وجي اللاعب من ورا لقدامه ام شايت وحاطت في الجول فعشان جا قلتلك ان في مشاكل في الناحية الدفاعية العرضية والتزديدات هتسبب ليهم مشاكل كبيرة جدا لو النادي الاهلي قدر ان هو يلعب عليهم بشكل صح وكمان الهجمات المرتدة بشكل سريع هتفرق كثير قوي مع النادي الاهلي هنا بقى كمان نشوف هنا مع بعض اللعام اللي انتو شايفين قدامكم ده الالكس رولدن هو ده الباك اليمين لنادي سياتل الامريكي شوف متقدم ازاي وهو اللي هيعمل التمريرة لوديرو بعد كده اللي بقولك عليه اللاعب خط النص المهاجم هو اللي بيستلم الكرة من رولدن وبيعمل التمريرة للمهاجم وبيشوت على الجنو لكن للاسف بيضيع الفرصة دي ولكن شوف التنقلات والتحركات بتاعت اللعيبة عاملة ازاي شوف بالذات الاماكن اللي بيتواجد فيها لوديرو خط النص المهاجم بيتواجد في اماكن عاملة ازاي الصورة اللي بعدها ده بردو كان الالكس رولدن وشوف بيعمل التمريرة ازاي من على الخط للوديرو اللي جاي على طول ووشه للجون عشان كده دايما اقولك ان المدافع الصح زي كي عندنا محمد هاني يعمل التمريرة من على الخط ده انسب مكان علشان تقدر ان اللاعب اللي يبقى جاي يبقى وشه للجون ويسجل على طول في الجون خلاص بيعمل التمريرة للوديرو خلاص ايه لوديرو طبعا بيشوت وبيحط في الجون على طول الصورة اللي بعدها دي كانت ركنية وارتدت رجعت للوديرو وورا وزي ما احنا شايفين بيشوت من مسافة قدق الراجل وبيقدر ان هو يسجلها جون فزي ما قلتلك وزي ما شوفنا مع بعض نادي السيعة للامريكي هو نادي كبير فريق محترم فريق متنوع بيالعب بطريقة هاجمات بيعنده اللعيبة اللي بتقدر تنفزله اكتر من طريقة بيقدر يلعب على الكور العرضية بيقدر يلعب على الكور اللي من العام كو بيلعب شوية انه طوله احيانا بيعمل الكورات الطويلة اللعب الكاميروني عندك كمان احيانا قصة التزديد لو ديرو من اللعيبة الكويسين جدا كمان في التزديد على المرمى ففريق متنوع بشكل كبير المرات دي انا مش هقولوكو التشكيل المرات دي انا عايزاكو انتو اللي بتتوقعوا تشكيل النادي الاهلي لمباراة بكرة باذن الله ويا رب ان شاء الله بعد المباراة نكون فرحانين ويكون منصورين ويكون النصر للنادي الاهلي موسيقى